أكد مجلس أمناء الحوار الوطني ضرورة تنسيق الكامل مع الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار في مرحلته الأولى والتعاون الدائم مع الوزراء الجدد لخلق جسور ممتدة من التعاون الفعال في مختلف القضايا لإتراء النقاشات والخروج بتوصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني حيث تمت منقشة عدد من القضايا التي لم تتم منقشتها في المرحلة الأولى ويجرى إعداد جدوى الأعمال العاجل لها وعلى رأسها تشيعات الحبس الاحتياطي وأوضح مجلس أمناء الحوار الوطني أنه سيتم وضع قضايا العاجلة التي طلبتها الحكومة وستتم منقشتها بحرية كاملة مثل قضية التحول من الدعم العيني إلى النقدي والنظام الثانوية العامة الجديد وقرر المجلس لانعقاد يوم السبت المقبل لوضع جدوى للأعمال العاجل لهذه القضايا وغيرها بما يخدم مصالح الوطن واحتياجات المواطن اشتركوا في القناة